بعد اتهامات ابنه بخطفه من قبل زوجته أكد الموسيقار حلمي بكر عدم رغبته في التعليق على الشائعات معتبراً أنه غير مناسب لشخصية مثله وفي رسالة وجهة قال عيب أسمي أن يتم زجي بهذه الطريقة أنا راجل ليسمعني الجميع زوجته سماح القرشي أشارت في تصريحات تلفزيونية إلى أنها راجل لها اسم وأنها لن ترد على مثل هذه الاتهامات بالاختطاف فيما علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين على الوضع الصحي لحلمي بكر مؤكداً دعم الموسيقار من قبل النقابة وأضاف نحن على استعداد لنقله لأي مستشفى يختاره ونؤكد على تضامننا معه في هذه الفترة الصعبة رغم أزمة الاتهامات والتطورات الصحية يظل حلمي بكر قيمة فنية كبيرة ساهمت ألحانه بإثراء تاريخ الموسيقى العربية ورغم صعوبة التواصل معه يظل دعم المجتمع الموسيقي قائماً وثابتاً له في هذه المحنة